بسم الله الرحمن الرحيم أولاً خليني نقول هذه المقدمة البسيطة والسريعة جداً أنا لم أحد الجلوس في منابر المساجد يؤدي فيها دروس أو مواعد لذلك أنا أكثر معتاد على مقاعد الجامعة ومحاضرات متقايات فلا تنموني إذا خاطبتكم مرة على مرة بخطاب ربما أكاديمي رجاءكم رجاء أن يكوني مفيداً لكم أن تستفيدوا معي ومعنا في هذا اللقاء حول موضوع جد جد مهم وهو موضوع الأسراء اللي يكون في عينكم فقط بأن موضوع الأسراء هو موضوع الخاص والعام بإجمع كل الدراسات الآن دراسات الاجتماعية موضوع الأساسي موضوع الأسراء لو أن تروح الآن إلى فيسبوك دير الأسراء تلقى مجموعة من المتقايات تتحدث حول الأسراء لما لها من أهمية أسراء نحن أولاً لابد أن نفهم لماذا نهتم بدراسة الأسراء؟ لماذا الأسراء؟ قد ندرس الإنسان الرجل المرأة الطفل لدى لماذا الأسراء بالدات؟ تعرف بأنه وأيضاً لماذا كل التحديات مرتبطة بهذا الكيان الاجتماعي اللي هو الأسراء؟ تعرف بأنه أي مشروع تغييري أي مشروع أي إن كان مشروع سياسي مشروع اقتصادي مشروع اجتماعي مرتبط بدرجة أولى وكبيرة بخصائص الأسراء تعرف بأنه كل أنظمة الاقتصادية هذه باش وجدت كما هي خلينا نقول لكم مثلاً النظام الرأسمالي النظام الاشتراكي كل هذه باش وجدت تم تغيير بنية الأسر اللي تتكيف مع هذا البناء الاقتصاد الجديد لذلك فالأسرة دائما تلقى تحديات كثيرة بما في ذلك الأسرة الجزائرية بخصائصها التقافية والاجتماعية هي أولاً أسرة مسلمة بدرجة كبيرة عندها خصائصها عندها تاريخ تحر خاص عندها ثقافتها الخاصة تلقى تحديات كبيرة بزاف تعرف في البداية بأن الأسرة بالأساس هو المصدر الأساسي الأول للتكوين الأفراد من ناحية نفسية من ناحية الاجتماعية بالأكثر من ذلك في الأسرة هي اللي تكيف الفرد ليندمج مع المجتمع تعرف بأنه كثير من الأمراض النفسية الآن يعيشوها تروح وضربوا دراسات النفسية حول المشكلات النفسية التي يعيشوها الأطفال وحتى الكبار لكالديبريسيون لدينا حالات ديبريسيون كبيرة بزاف الجزائر كلها بدون السيثناب كلها متعلقة ببنية الأسرة كيف تربى في الأسرة؟ كيفش كيفية الأسرة حتى يتأقلم مع المجتمع لأن الأسرة لم تكيف الفرد لها بالطريقة الصحيحة الصلاة يسميه جماعتها تعلم نفس سميه اغتيرها يقول الإنسان لا يستطيع أن يندمج مع المجتمع تهو تلقى منعازف لدينا حالات منيزة كثيرة وربما في الحومات داعتنا نتلقاها واحد منعازف جايب للطراف في حقيقة الأمر المرض الأساسي متعلق بالأسرة لذلك نهتم بدراسة الأسرة ونهتم بها بدرجة كبيرة في حقيقة الأمر مش غير نحن فقدين نهتم بها حتى الأعداء يهتمون بدراسة الأسرة هناك دراسات كثيرة وكبيرة جدا حول الأسرة الجزائرية وما بدأتش من البارح حقيقة الأمر أيضا أنه دراسة الأسرة الجزائرية بدأت مقبل احتلال فرنسي الجزائر قبل أن الفرنسا تدخل ودخل معها الجيش تاحها بسلاح وبوابورج على سيدفرج بعثت علماء علماء في الأنتروفولوجيا درسوا بها خصائص المجتمع الجزائري درسوا بها بنية المجتمع الجزائري ودرسوا بها مطارجة كبيرة بنية الأسرة الجزائرية ما هي الأشياء التي تقوي الأسرة الجزائرية وما بحثوا فيها وسبقونا فيها وكاتبوا كتب وكان هناك واحد وزير خارجي فرنسي هذا الوقت 1831 واسمه طوغفيل وكان الوزير خارجي هو أصلا عالم اجتماع وهو أيضا قام بدراسات المجتمع الجزائري وحنا لاحقا الدراسات هذه الدراسات نفسية واجتماعية لديها صاد لاحقا مشاكل اجتماعية كبيرة في المجتمع الجزائري بما يسمى الظاهر البربري مثلا في 45 من جهة هذه الأعمالية يجبوا خلال دراسات اللي قاموا بها قاموا بها الفرنسيين أنا نعود مركزة لماذا ندرس الأسرة الجزائيلية بشي فقط لأنه دراسة عابرة ونحطها في كتابات لا لا لأنه يا إنسان يا أيها المسلم يا أيها الجزائري إذا حبيت تعيش حياة سعيدة وحنا السعادة تعنا هي في نهاية الأمر هو رضة الله سبحانه وتعالى أقدر ونهاية التحوصون يردخوا يا الجنة لا يمكنك أن تحقق هذا المقصد إلا إذا كانت عندك أسرة مستقرة وأسرة مستقرة يعني مجتمع مستقر هل ينطبق هذا الشيء علينا نحن كجزائريين الآن هل ما عيشوا مجتمع مستقر هل ما عيشوا أسرة مستقرة هل الأسرة تؤدي الوظائف تحاك كامل تعرفنا بالأهم الوظائف تحاك الأسرة كانت وظيفة تثقيفية إذن فالأسرة تثقف أبناءها الأفراد يرى الأسرة تكيف الأفراد بيش يتعاملوا مع مجتمع طريقة السليمة والصحيحة الأفراد تدين تتلقيين دينة الأفراد يرى في الدار الطفل يتعلم يصلي وميصليش يتعلمها في الدار يتعلم يقول كلام الحق الصواب وكالم الخطأ يتعلمه في الدار يتعلم الكذب ويتعلم السفق في الدار يتعلم الاعتزاز بالشخصيته في الدار كبيرين يتعلمها برا إذن العناصر الأولى للفرد سيتلقىها في الدار في الأسرة لكن يظهر لي بداية أولى يجب أن نعرف من نحن الأسرة أنا السؤال سأوجهه إليكم هل يمكن مثلا لو كان أخذتك ثلاث أقلام أتخيل ثلاث أقلام ثلاث أقلام عندك هل يمكننا أن نكون شكل مثلث من ثلاث أقلام سؤال موجه إليكم تقدر تدي المثلث بشكل ثلاث أقلام أنا أقول لك لماذا يمكنه لك نعم صحيت لماذا يقول له كان واحد من عنصر أزاسي أولي وسابق هو لازم تكون عندك تصور للمثلث الأول دعوك لك متصور لمثلث سابق لذلك أيضا الأسرة وكما يكون عندك تصور للأسرة مستحيد تكون الأسرة الأسرة ليس شيء راجع ومرأة شيء زوجة وزوجة وأولاد أبدا أبدا أسرة تصور قبل ما تكون هي مجموعة من الأفراد وعمرها ما كانت الأسرة مجموعة من الأفراد لها أبدا الأسرة هي زوج وزوجة وأبناء إن شاء الله سقف واحد ولكن أيضا تصور لمفهوم الأسرة ما الشيء الذي تريده من خلال تكوين الأسرة هذا هو الصحي وإلا ما بين وظائف الأسرة هي العلاقة الجنسية ما بين وظائف الأسرة هي الوظيفة التذقيفية لكن لما غابت عنها تصورات للمفهوم الأسرة ما معنى الأسرة وليل يتزوجوا لكن لا نكون أسرة لا تزوج نصرفوا أمواب نديروا صدفات لكن لا نكون أسرة وإلا ما نكون مجموعة أفراد تربيطهم علاقة زواجية لكن يسعر أسرة والدليل والدليل وشنا هو شوفنا نسب الطلاق في الجزائر تعرفوش حكا نسب الطلاق في الجزائر آخر إحصائيات أكثر من مئة ألف حالة طلاق في الجزائر هاكش مع مئة ألف حالة طلاق نعم سنويا في 2023 قبلها ربعين ألف حالة طلاق وشبه أنتها معندها كائنا ربعين مئة ألف حالة أسرة مفككة فالحق طلاق هي أكثر من ذلك هي مئة ألف حالة لاستقرار لأسر لأن الأسر التي ينتبه إليها الرجل والأسر التي تنتبه إليها المرأة لاحقا نحن الجزائرين إذا تطلقوا صارت خلاف كبير بيناتهم إذن سينتج خلاف لاستقرار واحد مهمة بزاف كيف يقول أنا يا عربي مئة ألف حالة طلاق أكثر من ذلك ملاحظة أخرى أغلب التطليقات حالة طلاق جاءت ما بين الشباب من عمره 28 إلى 34 سنة أغلبهم المعرضين للطلاق الشباب ماذا يبحث الشباب لأن السؤال لازم إيسان يطلح أيها الشام لماذا تتزوجت ونلاحظ أخرى هذه مئة ألف في السف شهر الأولى من سنة 2023 في السف شهر الأولى وهو تزوج عنده ثلاثة أربعة شهر السؤال اللي هنا يطرح أيها المتزوج أيها الشاب وأيتها الشاب لما قررت من أن تتزوجوا ما الشيء الذي تركتم ما الشيء الذي دفعكم لأن تتزوجوا ما هو الدافع أنا قلنا بأنه كان مجموعة من الوظائف التي تقوم بها الأسرة يظهر يظهر للأسف أنه الوظيفة الأولى التي تم تأديتها كاملا في هذه الفترة تزوج تعمل ثلاثة شهر أربعشر هي الوظيفة الجنسية فقط تزوج لعلاقة جنسية ما كاش في باله علاقة ثقافية وما كاش علاقة تربية ما كاش علاقة تكيف ما كاش هناك علاقة دينية ولما قاد زيدوا منها وطلقها بسبب خلاف بسيط أنا نقول لكم ما بين السبب التي يتم التطليق من أجلها تصدق أو لا تصدق طلقها لأنها ما تعفش طيب فريطة منها صح لذلك في الطالق شكون هي ضراهر أو ما يسمى الخلع اللي هو في المنظومة القانونية في جزائر يستمح بالخلع أن المرأة تطلب التطليق من الرجل ونقول لكم ما بين الأسباب التي يطلب من أجلها المرأة ما بين الأسباب التي ذكرت أن مرأة طلبت خلعا من زوجها فكت العلاقة الأسانية اللي هي علاقة الأسانية في نهاية كيف شكونت كيتزوجوا الناس بس كيف يشجوا يخي جي الوالية على الرجل والوالية على المرأة وجيه الضيوف وجيه الإمام وجيه الهيئة كلها كل هذه الناس كلها هذا الحضور تمك حضور باطل أبدا لم تحضر لأتاب بشتاكل الحلوة أبدا وإنما لنشهد على علاقة هي علاقة زواجية ولكن هي علاقة مقدسة الدليل أنه لا يتمو هذه العلاقة إلا بمجهة الإيمان مجهة الإيمان وش يدير هذا يحل لك ما ليه يحل لك من قبل ما كان ليه يحل لك من قبل إذن الإيمان يرضك مباشرة حتى لك في مسألة الشرعية أتخيل أنه المرأة في العديد من حالات الخلعة التي طلبت للأسف أنه رجلها يشخر طلبة الخلعة لأنه رجلها في الليل يشخر طلبة الخلعة لأنه رجلها حاشاكم تغشيروا فيها هل تعتقدون بأنه هذا السبب مقنع ليفكوا علاقة أسرية من هذه العلاقات؟ هذا هو السبب مقنع باش نفكوا علاقة أسرية باش ندخلوا كل مجتمع في حالة الاستقرار؟ في حالة فوضى؟ لذلك أنا نقوله ده السؤال نعود أن نرجعه له أيها الشاب أيها الشابة؟ لماذا تتزوج؟ لازم نعوده لماذا غاب هذا المعنى عن الشباب وعن الشابات؟ أنا نقول لك أمر آخر هو أن المجتمع لم يعد يؤدي واجباته الأصلية كان قوله المجتمع ندد بالأسرة أولا لأن التكييف والتأهيل الأفراد إلى هذه الحالة بوجود في الأسرة يشوفها القدوة الأولى تعال رجل المرأة في الأسرة وين؟ هي بابه ويمه ضاير الراجل كي يكون لحي تزوج الشكل المرأة الذي يريد أن يتزوجها هي شكل داعي مرأة يريدها كيمة والمرأة كنت تحبت تزوج في البداية كانت تحوسها على رجل شباب بابها مش شيء الموجود في الأب وشيء الموجود في الأم لكانت تبحث عليه الزوجات والأزواج حيث القامر لديك بزاف حصائص لكن هناك خاصيتين أساسيتين لأننا كادوا نجدهم مليون في شبابين اليوم للأسف خاصية الأولى الموجودة في الرجل هو أن الرجل كان يتحمل مسؤوليته أغم قلة ذات اليد ما يخلصش مليح يشوف لي لكنه كان يتحمل مسؤوليته أولادي أنا نعشيهم ونكلمهم ونلبسهم ونصدرهم ونخلهم شيء طبعا والأم ما هي الخاصية الأساسية لكات متوفرة فيها الأم المثالية النموذج هو الصبر المرأة كانت تصبر تصبر على أدى زوجها ولكن أيضا تصبر على كل أحوال اقتصادية كانت تعيشها وهتين الخاصيتين للأسف غير موجودتين تماما في أشكال الزواج الجديدة للشاب الآن مسؤول تخيلوا بأن هناك شباب أسر حديثة الراجل في فترة المغرب ما بعد المغرب منفروض أن الراجل موجود داخل الدار أغلب الحالات بعد العيشة موين موجود داخل الدار بيش تعرفوا ليدك وشان ما يديره تتعرف على أبلائك تخيلوا بأن هناك الكثير من الشباب من الأزواج لبعد العيشة وهي الكارطة وهي الأقدومين وهي الأبر يضيع وقته كبير مع الخالج ولا يضيعه مع أبنائه حتى يكتشف في الأحضان ما اللحظات بأنه أوليده مريد عنده أمراض نفسية وبعد يصل أنا نحكي لكم لأنه ميشال فرأسي أنا هذا السيد حتى أني ساعدته وديناه حتى عدم بسيكولوج وديناه أوليده حتى بسيكولوج وعلم نفسها دك ويقول له بأنه خطأ الكبير أنك أنت أوليدك هذا لم تتعرف عليه ووليدك كان يحوّس عليك ما يلقاكش تعرفوا بأن وجود الرجل في القصة بلا كلام يلعب دو كبير كي ينضر عاطفي حس الطفل بالأمان حس الطفل بالحماية أيضاً لما يلقى يمه في الضار المتفاهمين الأمان والخماية نهاراً يغيب الأم وتغيب الأب الطفل اللي يحس يقول له حماية وليه يبحث عليها في المكان آخر وبعد نهاراً يخرج براء بطاعة الحال سيجد من قد يبادله نوع من الحماية أروح وليدي وش خصك؟ مصروف؟ هاك مصروف ومبعد تبدأ حكاية الانحراف من هنا حتى يكتشم على الأخير بلي ولدو يتناول مخدرات ولدو لي ميباش برا ولدو لي عاصي من يجد هذه لأنه أنا نقوله بالبداية أنه الأب غير مسؤول والأم غير صبور والأم الآن خاصة الأم الآن من خلال شاشات التلفزيون من خلال مواقع الفيسبوك من خلال الفيسبوك خطر إياكم خطر عظيم فيسبوك شوف تسمحوا لي على هذا التمثيل فيسبوك صار ثالث رجل ثالث في نفس فراش النوم مع المرأة أو الزوجة يدخل واحد فيسبوك فيسبوك كانوا رجل هذا معهم فيسبوك الرجل ما ينتبه ما تفعله المرأة لأن المرأة في حال ضعف في حالة ما إذا الرجل ما كاشي يدير أدوار دياله الرجل غير مسؤول الرجل ما يقضيش الرجل اللي يعيد الرجل اللي يزقي بينشر المرأة تقول لي كي مرأة كي الأبناء يبي يبحثوا على بداية الأخرى وبديل قريب لهم وما فيش عين أكبير هو الأنترنت فيسبوك حضروني الآن العديد من النماذج اللي سقطت بسبب فيسبوك وصرار فيه تبادل لصور تبادل لصور وبعد صرار فيه تهديد وبعد مرة تهديد صرار فيه مواعد وبعد المواعد صرار فيه ما صرار وبعد هناك تشويه تشويه صور وافتكاك وتفكك العلاقة الأسرية لاحقا لكن بالفضائح صح لذلك أنا أقول لكم هذه ما بين أهم تحديات هي تحديات بناء أسر على الطريقة الصحيحة مش شيء الذي يعقدون بناء أسر على الطريقة الصحيحة حالا أقول بيك النماذج تعال أبو تعال أم سابقا للأسف أنه تم إنتاج نماذج جديدة أخرى نماذج جديدة أخرى وعندها التأثير أكثر من النماذج بيحكي عليها محتراماتي لشيخ الإمام في المنبر أكثر من يحكي عليها نماذج تحكي عليها الكتب لأنها نماذج حاضرة بقوة تتكرر مين نلقاها هذه النماذج نلقاها أنا قد في فيسبوك نلقاها في الأفلام بما في ذلك وخاصة الأفلام التركية للأسف واحد نماذج للأسر وأكثر من ذلك هو نماذج للمرأة والله غير نماذج سيء وخاطير جدا 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 إبا في النماذج هذا التركي لأنهم أطراك مسلمين إذن إحنا المرأة في الزائر لأنها مسلمة فتعتقد أنها يمكنها أن تتابع الأفلام التركية لأنها أفلامت على الناس مسلمين آلا لكن الخاطر عظيم سأدعوكم إذا أحبتم وشوفوا حلقة من حلقات المسلسلات التركية حلقة فقط وشوفوا النماذج الذي يتم توريده لأبنائنا لبناتنا البنت المتحررة البنت التي يمكنها أن تربط علاقات غير شرعية مع آخرين علاقات غير زواجية خلينا نعرضيكم واحدة النماذج هي نماذج عالمية لما آلت إليه الأسرة اليوم تعرفوا بأنه اليوم وهم يخرجوا في مظاهرات يومية مظاهرات يومية يومين عند هريفات بمناسبة الانتخابات التركية خرج مظاهرات كبيرة لماذا؟ مظاهرات يومية مظاهرة المثليين تعرفوا ما تريد؟ سموا هم المثليين هم الشافذين جنسا هم ذوي شذور الجنسي أبقى ماذا يطالبون يطالبون ب تقنيل علاقة زواجية ما بين أفراد من نفس الجنس تولي عندهم أسرة متكوينة من رجل وراجل تولي أسرة متكوينة عندهم من مرأة ومرأة وش خص خصطفل إذن يتبنون طفلهم هذه المظاهر موجودة في أوروبا موجودة في أمريكا ويسعون سعي كبيرا باش يديرونها تقنيهم ووصلوا وصلوا إلى تقني الزواج ما بين الراجل والراجل وتقني الزواج المرأة بين المرأة لكن قبل ما يديروا التقنية تزواج الراجل بالراجل ماذا كانوا مقبل كانوا هناك علاقة زواج ما بين الراجل ومرأة كان هناك راجل ومرأة لكن بدون عقد شرعي بدون عقد لا مدني ولا شرعي بلا أولاد الأولاد يكتفون بتبني أبناء وليقبلها وش كانت الحالة لقبلها لقبلها كانت هناك راجل ومرأة بعقد لكن بلا أولاد هلش بدير شدراري قال لك الفطلة الأولى نازم يسانيزها فطلة على الزواج الأولى لازم المرأة والراجل يعيشوا لحياتهم مين يجيبوا هذا الشكل هذا النموذج جابوه من الأفلام وجابوه من الفيسبوك لكن لقبلها وش كانوا لقبلها كانت هناك راجل ومرأة بأبناء مين يفكركم فحتاشي هذا أمر هي الحالة تأنت عيشها الآن هي حالتنا حبيت ولا كنت حلال الآلة في حالة راجل ومرأة بعق ولكن يؤجدون إنجاب الأولاد إلى وقت لاحق لا يريدون تأدية الدور الأساسي وهو الدور التربية يعيينا بزاف يأخذ من شبابنا لذلك يخليونا فترة أخرى أكثر حتى نستمتع بحياتنا الزواجية بعد لاحق نجيبوا الدراري ها بعد ولنقول حبينا ولا كرهنا في الجزائر هناك جمعيات للمثليين في الجزائر هناك جمعيات للمثليين وستنادي وستنادي في يوم من الأيام بدورة تقبل حالته هذا كله المثليين هو عبارة انحراف الأدواق هو انحراف الشهوات ربي جعل ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل أما ميل المرأة للمرأة وميل الرجل للمرأة هو انحراف الأذواق هو انحراف في اللذات أنا نقول وقولوا قالنا الأستاذ ولكم أن تدرسوا وأن تراقيبوا سيأتي يوم حاولوا عندها إدارة نذكر عندها وحدة وربعة وخمس سنين حاولوا أن يديروا الجمعية وتم رفضوا إعطائهم الاعتماد لكن سيصيلهم وسيعطوهم الاعتماد لأن هناك ضغوط ضغوطا خارجية وتنادي بالحرية وتخبر لابد لكل فرد أن يمارس معتقاداته كما يشاء يحضر الآن مثال آخر موجود هو كان جزائري هو جزائري أصلا من ذوي الميولات الشاذة إمام في مارسايا هو إمام في مارسايا عقد علاقة زواج ما بين رجلين عقد شرعي قال الفاتحة وجاب الشهود ودالوا الحلوة عقد شرعي نعم نقولكم بهذه الأمثلة ربما لكن هي حقيقية وغدوة من غدوة ستصلون وكي توصلنا إذا فتوصلتنا ما نقدم ديروا واجه خاص لأن هناك من يعمل هناك من يعمل أنا قلت إذن الوظائف تعال وظائف كثيرة متعددة هي وظيفة تثقيفية وظيفة تربوية وتكن أيضا وظيفة ترفيهية يظهر بأنه تم تخلي على أغلب تلك الوظائف المتعلقة بالأسرة واللي يبقى فقط على أو طرجة كبيرة على وظيف الجنسية ولذلك حالة الطلاق في الجزائل في تزايد نحن أولادنا والشباب دينا مش نقولهم لماذا يتزوجون لكنه في حقيقة هو نموذج معولا غياب الأسرة لأنه كان يحكي هذا الأسرة وكان يحكي على اللا أسرة في أوروبا أغلب أوروبا لا وجود لأسرة بل أكثر من ذلك هناك مثل يقال ويردد يقول بل أنه أكثر من 80% من الفرنسيين لا يعرفون جدهم يعني جده وأكثر من سعيم من الإنجليز لا يعرفون آباءهم ما لابدلوش من هنا سمحوا لي على الكلمة بطار بلا أصل بلا امتداد صح هذا النموذج يراد 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 لنا أن نعيد إنتاجه في أشكال مختلفة أنا قلت بأنه هناك هناك قوى خارجية تريد التأثير علينا لأسباب فيها وأنا نقول بدرجة كبيرة هناك سبب اقتصادي باني بزاف ظاهر كبير سبب اقتصادي لكن هذه أسباب اقتصادي دائما تخفي وراءها مسائل إيديولوجية دائما تخفي وراءها مسائل إيديولوجية جزائر أمضت بتحفظ على قانون اتفاقية دولية واسمها سيدار وهي اتفاقية دولية متعلقة بالأسرة كيف يجب أن تكون عليه الأسرة الحمد الحمد لله رب العالمين جزائر عمضت لكن بتحفظ على كثير من البنوت بما في ذلك بدل متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالميرات وانا أتذكر هنا في فترة الحراك فترة الحراك هي فترة التي كانت تسمى فيها حرية أكثر جملة كانت تتردد بكثرة ما فادوها نعم للمساواة بين الأبناء والبنات في الميرات أنا نعم لا سيدي تقبلها كما رأي ولا واحد قال أحبس أخي الميرات مسألة قال نرباني الله سبحانه وتعالى وليأسسه وليأوجده نعم فكيف لهؤلاء المنادون من مثل هذه الأمور ألا يعتبر هذا عكس شريع الإسلامي أرى أننا إننا نتغير بكمية قليلة ولكن من على عام عامين ثلاثة سنشهد تغير كبيرا بما أننا قابلنا بهذه الجملة ولم نتمكر لها ولم يعني نعارضها طيقا جيدا بأنه لاحقا ستكون واقع سيتم في يوم الأيام المنادات في البرامان بتقنين القانون المساوات الميرات مبيل الأبناء للأسف ولو أنه لا يزال حلما بعيدا بالنسبة إلى أولئك الذين يعدون بهذه هذا الشيء لكنه واقع سيكون واقع سيكون صح فيما مضى وهو النمج الجميلة جدا التي كان يعيشها الجزائريون فريكم لماذا في نص ما زال لاحظه جيدا أننا نتكلم باللغة العربية وفي المناطق المناطقة بالأمازيغية لا زالت تنطيق بالأمازيغية كيف لهؤلاء كيف لنا أن نبقى أن نتحدث بالأمازيغية وبالعربية رغم أنه في فلنسا كانت في جزائر مدة أكثر من قرن وثلاثين سنة اللغة جزء من ثقافتها جزء من ثقافتنا الذي نفتخر به كيف تمكننا نحن كجزائري للمحافظة على أهل اللغة حق الأمر أنه كما كنا نحكي مع الشيخ في الكواليس نعم يأتي هنا لدور الأسرة أنه فرنسا الخبيثة حاولت وسعت قدر المستطاع أن تفكك الأسرة الجزائرية في البداية أول ما قامت به دارت إنما يسمى البلدية البلدية واختراع فرنسي جزائري لم يكنوا يعرفون معنى البلدية بلدية بالشكل الذي نعرفه اليوم هذا التقسيم الإداري الجزائري كانوا يعرفون القبيلة والمدينة الكبيرة والفحص ولكن هذا الاتجاه المياذ إلى ما يسمى بالقبيلة والعرش هذه الانتماءات إلى جد واحد حق الأمر أنه فرنسا سعت وقامت واستطاعت في فترة من فترات أن تكسر هذه العلاقات ما بين طرق التي استخدامتها هو أنها غيرت أسماواتنا غيرت وكسرت الأسماواتنا قال عائلة عائلة حموية دشرة عمو والقبيلة حموية مرتبطة بأرض من الأراضي إذا لكي نملك هذه الأرض نكسر لهم الاسم تقولي ما يكون لنا هناك علاقات أولا نبعدهم على بعضها ونغيروا الاسم لكن كيف يحافظها أن نقول هنا يأتي الدور الأساسي للمرأة المرأة الجزائرية وهو عنصر أساسي لما تتحدث عن الأسرة الجزائرية لازم تحكي عن المرأة الجزائرية ولما تحكي عن المرأة الجزائرية ما يكشف فقط نماذج السيئة هناك نماذج رائع جدا والمرأة الجزائرية عاش في ترونسا مثلت وتمثل دورا رياديا من المرأة التي استطاعت أن تحافظ على خصوصية المجتمع الجزائري هي لنقلت من الثقافة كيف يبقي نحن مسلمين هي لنقلت من الثقافة المسلمين ما قبل الاستعمار الفرنسي إلى يومنا هذا هي التي حافظت على اللغة التي نؤمن بها نتحدث بها هي التي نقلت لنا كل القيم والمعايا الراجل كان يروح إلى يأما يطلب المعيشة الحيائية اليومية وإن أروح يكافح وحارب فرصة وغيرها المرأة فكان تقوم بهذا الدور هو الدور التربوي هي التي خلت استمرارية لنامو الأسرة الجزائرية كيف هي اليوم كيف هي اليوم يحدثون عنها هذه اللقطة التي شاهدت في من الأيام في التليفزيون في قانت من القناوات هناك جمع من النساء بنات بنات جزائريات بأشكال مختلفة ومتنوعة السؤال المطرح عليهم كان نوقع 11 النساء السؤال المطرح عليهم كلهم يخدم هل تتقاسمين مع زوجك أعباء المادية للحياة أنت يا يا مرأ يا بنت تصرفي مع رجلك ما دمك يخد مأسكت تصرفي مع رجلك ما تصرفيش والإجابة هنا كانت مفاجأة أنا شخط أن العنصر النموذج على المرأة القديمة هو الصبر كان صبر على الرجل الآن لا يصبرون على رجال للأسف أغلب النساء أغلب النسوة أجبنا أبدا أنا لا يمكن أنتقاسم مع زوجي هذا المصرف دبا رأسه هو يخدمه ويقضيه ويجري أنا نقول بالكلمة لأحد يقول أنا هذا المال الذي أقتليه نشريه لحياتي لدي باس حياة ريحة كدت كدت أن أجزم بأنه بنات جزائري يتراحل حتى ينطق تنطق واحد السيدة كانت جالسة وهي عبرة لكل النساء جالسة وقالت كريمة والله تشوف الغلي يعني في الحق قالت ما يلي قالت كيف لي أنا بأبطيت الراجلي أعز ما أملك لا أعطيه ما لم شوف ويأتي من بعيد هذا كل نور فحق الأمر أنه هذا الجواب تحدي السيدة المحترمة عود ترجع كل النسوة إلى الصواب لأنه كانوا غايبات كانوا غايبات عن الوعي لم يضعوا في لحظة من الله حضر هذه المقارنة المقارنة ما بين مسألة المادية ومسألة المعنوية وإشتر المال أم الرجل الأسرة أم المال اختار هل كانت اختار فحق الأمر أنه يؤمن هذا وضعونا في هذه الاختيارات الصعبة ولكن هي اختيارة صعبة مموهة وعطونا تفضيلات وأولويات غير حقيقية ما بين أهم التفضيلات التي خدعنا بها هي المفهوم الحرية كاذا واحد ما حابش الحرية كلنا نحب الحرية ما تبي لا نبقى حر لا نبقى حرة نعم الحرية مسألة أساسيا هل الحرية لها ضغط يبقى فهمونا من خلال هذه التليفزيون من خلال وصائد من خلال نماذج تعمل بالفوتبال من خلال نماذج تعمل من ثلاث بأن الحرية مطلقة تعرف لما تكون عندك حرية مطلقة ماذا تخسر أنا أعطيك مثال وستكتشف ماذا تخسر لو كانت تروح تخرج برا بالتون موبيل وما تلقى تلقى دي براك تلقى دي دودا تلقى سطوب رون تسليميتي هذا وما يلعب لك هذا ينقصك من حرية لكن ماذا يوفر لك في الأساس الأمان وما يوفر لك الأمان نماذج حلي براك كامل واسمك تقدر تعفس كما حبيت أمشي 250 عندك حرية ما عندك عندك حرية لكن ماذا تفقد الأمان هذا الأمر الأساسيين نعبونا بهم حكاولنا على الحرية حكاولنا للمرأة على الحرية وجوبها تنبس بالحرية يعني نحكي عن المرأة لأنه متعلق فرد أساسي من الأساسي الحرية لكن ما حكاولنا بأنها ستفقد الآمان حتى بناتنا يعني نقول بناتنا هذو ما الذين تم غواؤهم بهذه المصطلحات أنها لا تتزير بها أنها توصل في الليل متأخرة لأنها فهمها بأنها حرية وبعد تدعي الضلمة وما كشبه وبعد تدعي تشوف وجود ولمن تعيط تعيط الراجلها وتعيط الخوها وتعيط يا أخو يا سلكني بشي قمت يا حفية إذا تبحث عن الأمان لأنه هنا الأمان أولى الأمان أولى والأسرة ما بين التحديات اللي حطونا فيهم فهمونا بأن الحرية هو الحرية المطلقة افعل ما تشاء المرأة تخرج للوقت يحبته والراجل يخرج للوقت يحب وحط الأمر هذه القضيتين هذه قضية الأمان والحرية المسألة جوهرية ومسألة يتم التلاعب بها بشكل كبير جدا في الإعلام يتم التلاعب بها بشكل كبير جدا إذن وشك الله نمجلي سنصير إليها لاحقا إذا نتبنى مخططا قويا يقوم بالأساس على توعية شبابنا حول مفهوم بالزواج لأنه يجب أن نفرق ما بين الزواج والأسرة أيضا يقدر يكونوا متزوجين وراجلهم هنا والمرأة في دارهم وهو في دارهم هذه اسمها علاقة زواجية لكن لا تسمى أسرة للتذكير الأسرة جاي من كلمة الأسر يؤسرها أو تؤسره تسمى كان هناك علاقات تعديما بين طرفين نحن تروح هذه العلاقة لا تقولي أسرة تقولي هناك علاقة زواجية لكن لا تسمى أسرة وهذا سبب من الأسباب لاستقرار المجتمع ولينا اليوم نخرج مول العيشة بعد صغرات العيشة تلقى دلالية تاع عشر سنين سبعة سنين تمام سنين تمام سنة براء في الليل أنا السؤال يطرح وراه الأب وراه الأم تعرف بأنه في بعض الملاتق الجزائرية لماذا تستخدم هذه الجوامع في العيشة تقول اللي تبحر لولد اللي تبحر لولد أرى ناص بنا السؤال المطلوح العيشة يقدن العشرة غير العشرين صح؟ السؤال للأم ليه كيف تضع أنت ماكش خدامة كيف تضع أنت يا مونا لكي كيفش بحسيتش بلي ولدك ما كان شوف كيفش حسيت أنه إبنك غير موجود سبب تفاقم هذه المظاهر السلبية سبب الأول والكبير هو في نحن لأنه صرنا لا ننكر منكرا ولينا لا ننكر منكرا نلقاه لماذا تتكرر هذه مثلا حالة طراق حالة طراق ما يش في تناقص يش في تزايد أنا قلت لكم العميفات كان ربعين ألف هذا العميات ألف العام الجاي قد يصيره إلى مئة وخمس ألف لا سماح الله إذن هو يتكرر را هو يزيد أو ينقص را هو يزيد أباك على الشي يزيد يزيد لأنه للأسف في المجتمع ما يشرع عند الطراق ولا تطلق تدير في فيديو في فيسبوك فيديو وتحتفل بالطراق ويسمح لها ومشي شكل مشي يزول مشي ثلاثة علش ولا تكتر لأنه عدد المشاهدة يزيد ما دم عدد المشاهدة يزيد إذن القط الشرعية آه إذن طلق مليح إذن مسألة متبعة يمكنه إعادة إنتاج الطلاق ولذلك في حالة الخلع كثرت بزاف حالة الخلع عند المرأة لأنه القوها بلي تزيد وقالت هناك مباركة من العائلة والتي العائلات اليوم تبارك تبارك الطلاق وتبارك الخلع ولكن أبدا ما قلتش مآلات الخلع ومآلات الطلاق لاحقا ولأدي للأسف إلى الجريمة تعرفوا بلي أنه هناك قاعدة في الحق في الأمر المفاسد لا تأتي لوحدها مفاسد لا تجيش وحدها دكال دبنا نذكركم أنا قلت لكم بأن نضع حالة طلاق في تزايد عدد الجرائم في تزايد تصرب المدرسي في تزايد حالة الفاسد بدراسة جزائرية في تزايد حق الأمر إدبالنا لأولوهلة بأنها منفصلة لكنها ليس طبون فصيلة هناك تكامل كبير ما بين الفاساد وๆ إذا زاد الهوف بالمدرسي إذا زاد الطلاق زاد الهوف بالمدرسي زاد الفاساد زاد الجريمة زاد ثنμ المخدرات والعكس صحيح إذا نقص عدد الطلاق ينقص معها الجريمة تنقص معها الهوف بالمدرسي تنقص معها الفساد حتما هذه سنة كونية ولا نقوم أن تلاحظوا في الملاحظة تقليدكم فيها الخير بالزاف عدد الناجحين أكثر عدد الملتزمين أكثر عدد الناجحين في حياتهم الإقتصالية أكثر ودواليك أين نجد مثل هذه المظاهر السلبية للأسرة التي تعيشها الأسرة تحدية كبيرة تعيشها تلقاها في المدن الكبيرة لماذا ننجدها في المدن الكبيرة لأن أشكال الأسرة تغيرت بكالي كانت ما يسمى العائلة المنتدى فيها الجد والجدة والأم والعم والأخوال كل هؤلاء يمارسون العملية التربوية كامل يراقبوا كامل يعسوا الولد يغيب يتأخر يلبس ميجيش كلهم يمارسون العملية التربوية والفرط في هذه الوقت لا يعضيها الفقير في هذه المجموعة يلاحظ يتابع يراقب أما اليوم مع عصر العمارات كل واحد عنده شقة يدخل ويغلق الباب مع لا بلوش متجر في وضعية مريحة ولا في وضعية غير مريحة علاقات ما بينجير علاقة فاترة جدا بل أكثر من ذلك هناك في دراسات في القضاء هناك مشاكل ما بينجيرا كبيرة بزاف وزادت زادت على عكس ما هو موجود في المدن الريفية الدراسات أثبتت بأنه نسبة الطالق في المدن الريفية أقل حق الأمر لأنه هذا متعلق بالشكل ببنية الأسرة في حديثاتها لأن الأسرة ما زال اهتمة تمارس دور الحماية أطفالنا من حسب الحماية في الدار من حسبه كان هناك دفن ما كاشه هناك عاطفة ما كاشه هناك تبادل أطفال يروح أما في العائلة المبتدة ما زالت هناك نعمل الحميمية ما زالت هناك عاطفة ما زالت هناك تقاليد ما زالت الناس تأكل في طبسي واحد كبير ما زالت تشارك الآخرين وما زالت في فترة الأعياد وفترة اللقاءات العائلية تشعر بالأفراد ووضعيتهم المادية أما اليوم في المدن الكبيرة هذا الأمر لدارة جد أنه لنسمع أخبار هناك الكثير من توفوا ماتهم داخل دارهم لم نسمع بهم إلى بعد ثلاثة ايام اربع ايام هذا دليل بأن المجتمع قد نوعاً ما قد لامسه التفكك كيف تصور بلي واحد ثلاثة اربع ايام واحد ما يستقصي عليه لا جار لا أخ لا أخص تلتيار لا تستقصيش على واحد غاب شكون ينبأهم بها شكون ينبأهم بأنه هذا الإنسان توفى في الدار تعرفوا شكون رائحة رائحة للأسف بعضما كانت الزيارات الزيارات العائينية والآن للأسف الزوجات الصغيرات الحديثات لا يريدنا الضيوف في الدار نحب الشضيف ما قاعدنا سمع فيه إداعة القرآن الكريم راجل الشتكيم من المرأة قالوا امرت والله على قدر كبير من الخلق لكن عندها المشكلة أنها لا تقبل الضيوف خاطرها ضيق لا يسبغني هذا ينقلنا الصبر والصبر والمسؤولية نتعلمها في الدار ونتعلمها في أماكن مثالي الأماكن إذا لم يمارس المجتمع الضور التاعه الأساسي في تكوين الأفراد في تنبيه الأفراد والأدوار الأساسي اللي يقوم بها وخليناه فقط للتلفزيون وخليناه فقط للفيسبوك هذا العدو الخطير تابه فيسبوك ماذا يجب عليها يا الحاج ماذا يجب عليها يا أدوار فيسبوك خاطر خاطر فيسبوك وما شابه خاطر لدرجة أنه مسبب الأول لتفكك الأساسي وهذا أكبر تحدي لا نستطيع لهم لماذا لا نستطيع لهم لأنه مجرد هاتف صغير يكفيك فقط كوينة صغيرة ولا تشوف لا تتعرش أريدك وشي يشوف لا تتعرش أريدك وشي يشوف لا تتعرش زوجتك وشي يشوف لا تتعرش أريدك لكنه يجب الإنسان ينتبه إذا أحبتهم أن يتخلوا على هذه القضية يجب أن تتكون البديل أيها الرجل لا بد أن تكون رجلا لا تكون رجل رجل بمعنى الحقيقي الذي نعرفه أما إذا كنت ذكرا فالذكور كثير والرجل هو المسؤولية التي يقوم بها المسؤولية اتجاه المحيقين اتجاه الزوجتاء اتجاه الأبناء التاهو وبالآن أولة التي تقام عليها القصة هو الحوار ما شون قولك أنا رجل طابلة وتحاوره هي تلاقش وأنت تلاقش لكن لا بد من أدنى من الاستماع إلى البعض لأن المرأة والأم لها دراية أكبر بحال أبنائها وأهم مشاكل يكون نعيشوها ويعاشوها الأولاد والبنات هو أنه متعلقة بالأم التي تخفي عن الزوج وعن الأب مشاكل متعلقة بالبنات والأبناء بتحكي له شو سرعه لذلك نعود نذكركم بأنه أهم عنصر الذي توفر لنا الأسرة هو الحماية والاعتراف الأسرة تكون الأفراد تاحا أن تحمل أفرادها الأسرة التي لا تستطع حماية أفرادها لا يمكن لها أن تكون أسرة لا يمكن أن تستمر لها أن تكون أسرة ثانياً هو الاعتراف كيف يتم الاعتراف؟ الاعتراف بأنه بوليدي تابع لي من خلال هذه الممالسات العاطفية من خلال التربية من خلال حتى أنك تروح توكلوها هذا أيضاً نوع من الاعتراف على أساس إنه ابني ولما يوصل الابن أنه يحس بأنه هو في حماية بأنه معترف به بأنه ينتمي إلى مجموعة ولا يحس بالأمان وإذا وليدك حس بالأمان ما نقول لك أنه ألقض بأمان ولكنه مؤشر جد إيجابي على استقراف الأسرة السؤال الذي ينطرح هل نحن ننحو نحو نحو الاستقرار هل المشامعة الجزائري تعنا سيزول أنا أحكي ذلك بزاف على المظاهر السلبية أحكي ذلك بزاف على مظاهر التفكك على الطلاق على الجريمة أنا نقول لك أبدا هي مظاهر هي ظواهر سلبية ظواهر إشماعية سلبية جات بينا نحن أسباب كأسر جات بينا وتروح بينا أيضا يمكننا أن نعالج من هذه القضايا لكن باش بالحضور بشي بالغيير الحضور كأب الحضور كأم أيضا لكن حضور كجار حضور كإيمان الحضور كأستاذ إذا تخلينا عن الأدوار الأساسية طبعا للحال الراجل إذا تخليه عن دور سيأتي يوما وإن المرأة تدي دور تحا تدي دور دياله انت الراجل إذا لم تؤدي دورك فستؤديه المرأة ولكأنت تخيل الأدوار التي يمكن أن تمارسها المرأة خارج أدوار التحا الأساسية وأنا نشوف كثير من النماذج السلبية جدا حينما يتم تبادل الأدوار أنا ركزت بزيف على دور المرأة لأنه صح الراجل عنده دور وحضوره أساسي حضوره داخل الأسرة أساسي حضوره قاعة بصارن لكن المرأة إذا غابت ستكوني غالي بالحالات الأولاد بالعكس نعيش حالات وين الأسر الأباء التحم توفين ولكن أمها التحم عايشين الأبناء خارجين ما شاء الله على عكس تماما يحضروني هنا نموذج في عائلة وين أربي يرحموا إن شاء الله على كل حال لكنه كان سيئا كان يبيع المخدرات لكن كل الناس نعرفنا هذا كل الناس حيرين كيفاش ولاده هادوما حقلين كيفاش هادولاده يروح يصليو كيفاش هادولاده ما بيعوشوا مخدرات بل أكثر ذلك رب يعطى لهم واحد نوع من الجمال دي بلون شابين يبسوا مليح حال باباهم يبيع المخدرات لما توفى باباهم ظهر كما يقولوا لأ بارتي تاديس بيرك ظهرت الجندي الخفي اللي هي الأم اللي كانت موراء طلبية أبنائها لذلك أنا نقول إذا ما بين أهم التحديات اللي حنعيشوا فيها إذا التحديات معنا للأسرة أدوار الأساسي اللي تقوم بها للأسرة لابد الشباب تانا نازم يكون يعرف لماذا يتزوج ما الغرض من الزوج ما هي الوظائف التي يريد أن يؤديها ثانيا هي المرأة والنموذج لابد أن ننتبه إلى هذا الدور المرأة المرأة كأم المرأة كبنت المرأة كأخت كل هذه الأدوار الأساسية لتدفعنا لاحقا إلى ما يسمى بالتماسك الأسري تماسك الأسري بلا تماسك أسري مشتمع غير مستقل مشتمع غير مستقل مشتمع غير مستقل إذا أفراد ذيانه غير مستقلين ولذلك إحنا لحقنا الإحصائية تقول بأن عدد الأفراد الذين يميلون نحو الاضطيراب النفسي في تزايد بزايد ربما لكم أن تتخيلوا في جيرانكم في الناس اللي تعرفهم الشحامل الواحد يعيش دغوط نفسية الشحامل الواحد يعني ولا يروح عند علماء نفسي عندنا بسيكولوج الشحامل الواحد ولا يديه عند ريد حسين حق الأمر هذه مؤشر حقيقي بأن المجتمع يتألم المجتمع يتألم وأول المناطق التي نازب أن نعالجها عندما يتألم المجتمع وين؟ هي الأسرة نروح نشوف أن الآليات التي تبنناها الأسرة الأب هل يتابع أبناءه؟ هل يراقبهم؟ هل يمشي معهم؟ هل يتسوق معهم؟ ما حالفتنا نقضيه نحن مع أبناء مع بناتنا؟ أنه نقول لأنه هاتي في الأسرة وين عاود حتى نعم عنصرين أساسيين يتوفرهم الأسرة إذا غابا لهذا العنصرين قبل الأسرة تعكوة مشكلة فيها كبير هو عنصر الحماية وعنصر الاعتراف الأسرة اللي ما فيها لا توفر لأفرادها الحماية لا توفر لأبنائها الاعتراف لاحقا أعرف المحب أن هذه الأسرة فيها مشكلة كبيرة تعرف الإبن يعترف به انتلاق من اسم لقب العائلة يقول حموية عبد القادة هو اعترافهم بك لكن هناك اعتراف ليس فقط بالاسم هناك اعتراف بالعلاقات نحن بابك يمشي معك نحن يمكتد وتحكي عليك أنك تعرف بك أساسك فرض من هذه الأسرة فرض من هذه المجموعة فرض من هذه المجموعة والدلالي الآن اللي يشوفوهم أنتم مرد عيشة برّة اللي في عمره تسعة وعشرة وتمس سنة برّة مشكلة أنه الواردين لا يعترفون بهم كأبناء لأنه المفروض الابن في هذا الوقت له في الدار يلقى الحماية من الدار يلقى راقابة من الدار نحن يولي الولي بابه ما يسقسيش عليه هنا يتخل اعتراف عليه وبعد نحن يولي يحس يدخل بأنه الواردين لا يعترفون به كأبن لأنه ما يطلوش ما يتعش معهم ما يفطر معهم يأكل برّة ويشرب برّة ويدخل متأخر لأنه يحس بنوع من العزلة والعزلة تتحدث عن نفسها العزلة تؤدي إلى المخدرات تؤدي إلى الانحراث وفي الحالة أحنقول في الحالة الحسن يدخل ديبريسيون وعديد من الحالات الأفراد الآن نعيش عند ولاد فاميريا أنه يدخل ديبريسيون يدخل ديبريسيون كيف حالك؟ بالعرفة التعراب النفسي انهيار نفسي يعني كالصحة انهيار عاصبي ويقولوا بأنه مرض العصر مرض العصر هو القلق وفي تصنيف أهم الأمراض التي يعيشها عالميا هي أمراض القلب أمراض ضغط الضم وكلها عندها علاقة بالحالة النفسية كلها عندها علاقة بالحالة النفسية إذن حبيت تسترجع أنت السكون النفسية لابد من أسرة ساكينة أسرة مستقرة أسرة مستقرة إذن لابد من توفر شرطين الأساسيين هو الحماية والاعتراف لأبنائها سؤالي كنت رحت من قبل هل سنعيش مجتمعا جزائر يقول أو ينحو نحو التفكوك؟ أنا نقول جاوب عليهم بنعم أولا مش صحيح أنا نقول بلي هناك ما زال هناك العديد من المؤشرات تقول بني مجتمع ما زال متماسك ما زال فيه الخير أنا تبعنا مرة الأخيرة تبعنا الفيضالة لصلاة في فوكا وصلاة في وشوفنا نعمل التضامن كالموجود الذي مارسه جزائريون كجزائريين مع أبنائهم مع الجيران إذن حضور هذا ما يسمى الروابط الاجتماعي ما زال معنا قوي وشي خصر يخصنا أنه لابد أن نلمي هذه الروابط الاجتماعي أن نقويها إذا ضعفت الروابط الاجتماعي ما بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة بطالة الحال إذن أسرة مفكة أسرة مفكة مجتمع المفك وغير المستقل إذن الأفراد دياله راح ينعيش الأمراض الاجتماعية النفسية اللي ينعيش هاليوم وحتى أقف هنا هناك عند هذه الملاحظة هناك استقالة جماعية عن أداء أدوار التربية من الأسرة في البداية أنه قلنا الآباء ليخرج في الليل ويرح لعب الدومين وخلي ولده هذا استقالة هذه استقالة لكن أيضا استقالة من خلال مؤسسة الاجتماعية بما فيها المسجد المسجد هو عبارة عن مؤسسة المؤسسة الاجتماعية التي تمالس دورها في تربية الأبناء وتوجيه وتوعية الأفراد لكن أيضا هناك مؤسسة الأخرى لا ليست أقل أهمية ولعل أهمتي كالمؤسسات هي المدرسة والمدرسة حديث ذو شجون مع المعلمين الجدد الآن للأسف رامح ما اخترامته لكل الأستيدة والمعلمين معلم فيما سبق كان عنده دور رسالي كانوا يؤدي رسالة طفل المعلم فيما سبق كان يربي داخل المدرسة ويربي خارج المدرسة أنا من الجيل الذي عاش هذه الفترة دي كلنا نهرب من معلمك يشوفوا من البعيد من الجيل اللي كنت نخاف من أن يشوف حط عيني في المعلم دي يجي أما اليوم للأسف هناك هناك ميل كبير أنه العديد من المعلمين ومدرسين يؤدون الوظيفة لك ليست الرسالة الوظيفة اللي تقوله تخدم ساعة من من ساعة إلى عشرة وتحبس وتخلص الوظيفة تلك وهذه من أسباب أيضا التي فقامت مما يسمى تحديات المتعلقة بالأسرة لأنه في نهاية الأمر كي تروح تشوف داخل الكتاب قراءة قراءة في الامتدائي تلك دروس متعلقة بالأسرة كيف تعامل والدك كيف تعامل أخوك كيف تعامل أختك كيف تعامل جرالك كيف تتعامل في الإعياد هذه أمور متعلقة بالأسرة التي مفرض أنها تقوّل على خدق الأسرة لكن للأسف لا لغير موجودة أنا ما عندش دراسة في هذه القضية ولكن كين هناك انطبع كبير بأن المدرسة لم تعد تؤدي الدور تحركة فيه في تقوية رابط الاشماعية داخل الأسرة الواحدة إذا نعم إذا تحبوا كمّل كمّل صح أنا ممكن نذكر لكم ممكن نذكر لكم بعد صح صح أنا نذكر لكم بعض الوظائف الأساسية أنا مذكرت لكم على كل حال بعض الوظائف الأساسية لكي كان مفروض أن الأسرة تقوم بها شوف الأدوار الأساسية لمفروض أن الأسرة تقوم بها الأسرة مصدر إشباع حاجات الفرد بتوفير الحب والإحترام والخماية النفسية الأسرة أيضا من خلال الأسرة تتكون نظام الاجتماعي والاقتصادي بمناسبة النظام اقتصادي الأسرة الجزائرية فيما سبق كانت أسرة منتجة كانت أسرة منتجة أنا شايف في سنوات العقلية تذكرها نهاية سبعينات ثمانينات كانت الأسرة الجزائرية بما في ذلك الأسرة العاصيمية تخدم خيط تخدم تريكو تخدم أمور كما هذه العجار لأنني تذكر هذه العجار بالزب وتروحت بها إذن كانت نعم من الصوف من الصوف هذه الصحة وكانت تروح تبع كانت إذن الأسرة منتجة منتجة كانت تميل نحو الاكتفاء الذاتي لا تحتاج إلى الآخرين أما اليوم نحن أسرة مستهدكة كيف مراد تخدم العجار وتخدم الصوف أبدا تسنى الله فيتار رجلها ولا إذا تخدم تخدم الخدمة تولي متعلقة مرتبطة بالخارج لا يوجد استقلالية الأسرة سابقا كانت مستقلة مادية حتى المرافق كانت مستقلة عن زوجيها المعلمة الراجل إدمي تغطي له هذه العدس أيضا نبي أدوار الأسرة إعادة الأطفال تربيتهم تزود الأفراد بالقيم الاجتماعية والدينية والخلوقية أنا أقول لكم لأن تذكر هذه القضية إذن أنا أحس بأن هناك إرادة تدفع إلى الزواج أي تقول يا ناس إرادة تكون إرادة نفسية متعلقة بمشامعين كمشامعين أي تقول ما كانت تزود من تتمثل هذه القضية تتمثل في كثير من النكت التي نعيشها يحكي وتسمع لي على هذه النكتة تحكي على الإمام لكن هي مضحكة مبكية قال قال لك إمام طلع إلى المنبر ويخطب ويحكي لهم على الجنة وجنة فيها وجنة فيها وفيها حور العين وفيها كذا وكذا وقال أكبر جائزة وشنو هي في حور العين أنها زوجتاك تكون تمة في النكتة وفي النكتة يقول ينود واحد سيد يقول حتى في الجنة تبعتني آلا هي مضحكة لكنها مبكية آم يقولون آم يقول لك أختيك من الزواج ويصورون للأسف يصورون المرأة أو الزوجة بشكل سلبي جدا ويحضر لك كثير من النكتة التي تقال في هذه القضية التي تدفع يقول لك بأننا نحن زوجنا نسؤولية نحن نعلق رقبتي أو متى كان نزوج على إقرقابة نعلق بعدما كان نزوج دليل على الرجولة دليل على الفحولة مبارسة ومشاركة في بناء الإشماعي في بناء المشامع الجزائري صار يسمى نعلق رقبتي مسؤولية زايدة ونفس الأمر صارت تتحدث به النساء والبنات سمعتنا البرح والبرتاج بنات جزائريات في الجامعة الجزائرية تقول لها لش نزوجنا أنا نزوجنا معها رجل بش يهبرني أو صح أنا هو فيه نصيب من الحقيقة على لشان قلناها مقبل لأنه للأسف الرجال لم يعودوا مسؤولين الراجل الذي يدير العرس العولة قدم الحملاوي قدم الحملاوي قلوا لي لماذا تصورك للزواج أنا قلت بلي أنه أنا قل لأي بلي خين هالك ونحن تزوج إيسان يجيب يجيب بابه يجيب عمه يجيب خاله يجيب فاميلته يجيب صحابه والأول ما يجيب كذلك لماذا هذا الشيء باش نقول بأن الزواج عبارة عن امتداد اجتماعي أنا ماش مقطوع والدليل هذا الحضور فحق فأمر لكن أيضا المفروض هذا الحضور ليس حضور فقط لكي يأكل الحلوة ويروح وكي لاحق يعلق على طبيعة الحلوة لا لا المفروض أن هذا الحضور أنه في يوم الأيام تصرى في مشاكم بين الزوجة والزوجة هذا الحضور يجي هذا الحضور الذي نشاهد على الزواج يحضر خير خير ماذا صلاة بيناتكم نحن اليوم فيه عوزوف كان ودرنا بأن الشهود على الزواج هما شهود على ماكلها لكن في الحضور لا لا الوظيفة تمتد ما زالها ممتدها مراقبة هذه العلاقة الموجودة بين الزوجين جديد إذن بشأن نركزوا أكثر نعودون تفاهموا أكثر بأن الانتباه إلى الأسرة مسألات جوهرية إذا حبيت تعيش كفرد حياة سعيدة لابد أن تكون عندك الأسرة سعيدة أسرة مستقرة أسرة مستقرة إذن تؤدي الأدوار تح هل تعرف الأدوار إذا ما تعرفش أدوار الأسرة إذن لابد أن تتعلم ما هي أدوار الأسرة وحنا للأسف أغلبنا بسبب حالة طالق لا يعرفون ما هي أدوار الأسرة ما هي وظيفة الأسرة لماذا نتزوج خطرش المفورد ليعرف لماذا يتزوج ما يتطلقش بعد تل شهر ما يتطلقش بعد ربع شهر ولنا في أبائنا والأمثلة كثيرة ليتزوجوا عنده سبعين سنة ستين سنة مع زوجتها ورغم قلة ذات اليد فقراء لكن يعيش معه وفاء أنا للأسف لا يوجد هذا الوفاء لأنه كين مرحلة ما قبل الزواج يتم فيه استنفاذ كل الطاقة اللي كان مفروط أن تستنفذها بعد الزواج تليفون فيسبوك العلاقات وما غيرها ولأنه التركز في لدينا من خلال نماذج يكنا نحكي عليها نموذج اللي جبناه من فيسبوك نموذج من جبناه من خلال الممثلين النجاح أحتى النجاح نموذج النجاح هو لأنه نشوفه في تليفزيون تعمل الممثلة وتعمل فوطبال لكن عمر لم يتحدث عن أنه تجنفاش تعوصر تعوفاء تع علاماء غير موجودة ولذلك هناك مين كبير هناك نسب كبير للطلاق في الجزائر وهو في الحق للأمر أنا شاركت في مرة في ندوعة التليفزيون في هذه القرية وقلت هذه الكلمة كل سياسات اقتصادية لدير في تزاهر خلما يقول الجزائر الجديدة وفيها اجتهاد وفيها مصروف وفيها اقضاء ونريد بناء شباب جديد وهناك مؤسسات أنا قلتها في هذه القضية بأنه أي مشروع اقتصادي دير كما حبيت لا يأخذ بعين اعتباراته مؤشرات مؤشرات طلاق هو مشروع فاسد لأنه الفرض المستقر في الأسرة التاعه مستحيق ومستقر داخل المشروع اقتصادي مستحيق يقول إلى فساد فشل نعم فشل لذلك فكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدولة إذا لم تأخذ بعين اعتبار هذه المؤشرات الاجتماعية عندما قلنا نسب الطلاق المخدرات للآن المخدرات الكبيرة بالساف الفاساد تصرب المدرسي وجود الأبناء في فترات الليل المتأخرة كل هذه المؤشرات الاجتماعية تؤثر سلبا على كل مشاعر الاقتصادية التي تتبنها الجزائر دير ما شئت من المشاريع لكن إذا لم تأخذ هذه النقطة من الاعتبار لن ينجح لذلك في المؤسسات الاقتصادية كبيرة ومحترمة عندما تست يسموها تست بسيكو تيكنيكي كانت لي فرصة أن يترى هذا التست في بعض المناصب فيها أكثر من 200 سؤال بالأسئلة كلها متعلقة بالحالة النفسية على الفرد في حالة الجزائريين حالة غير مستقرة هل يمكنه توظيفه لا يمكنه توظيفه لأنه يعيش حياة غير مستقرة الحياة مستقرة في البداية يعيشها داخل الأسرة مستقرة حتى أنتهي لنقول بأنه ليعيش في أسرة مستقرة هذاك فضل من الله تعالى يحمد ربي ويشكر على ذك الوضعي لأنه العديد من الأسر الجزائية للأسف تعيش حالات غير مستقرة بسبب لمس أولية الأبد وعدم صبر الزوجة وهذا هو شكرا لكم وتكفيصا بالذي يمكن أن يفعله من المتلقين أنا قلت هي ما يمكن أن يفعله الإيمان في البداية نعم لأنا قلت لأنه غابت عن الشباب تواهنا وظيف لماذا نتزوج نازم يدير في باله هذا لماذا تتزوج أنا قلت أسمحوا لي على هذه الكلمة لنكررها بزيار شبابنا اليوم يعتقد بأن الزواج هي علاقة جنسية مشرعانة هذا هو حبينا وراكرا وماذا يدير الحرام يديره في الحلال وبعد ينتهي هذه الفترة لأنه اعتقد بأن الزواج مربوط بهذه النقطة برك يدير هذه الفترة تلك شهر بعد شهر قاد زيد من هوطرة يروح لأنه مربطه بالوضائف الأخرى ما هو الدور التي العسر لماذا تتزوج لماذا تحصيل نفسي أوكي هذه مرحلة لكن هنا هناك أمر أخرى نشارك في بناء المجتمع قيم قيم جديدة أنا أحصن الزوجها هذه وهي المرأة أشارك في بناء قيم جديدة أنا عظم أيضا استمرار اختش بمسألة أساسية استمرار الاسم ديالي نسل هذه مسألة أيضا أساسية إذن يقوم بها الإمام ويقول هنا من خلال الإمام إلى الآباء إلى الشباب لابد أن ينتبه يحبس لها قبل ما تزوج قبل ما تختار لماذا ستتزوج لماذا ستتزوج هو يحدد لك من ستتزوج هذا يجري إذا تتزوج لتربية الأبناء وتتزوج لضامة الاستمرارية واستقرار الدخم والشامع والريضاء والأخر من المجتمع تبدأ الخيار التي تتقرص نوع المرأة التي سأخذها مرأة التي سأتزوجها أما إذا غاب عليك كله وبقرغ العنصر الأخر كل بناتي تشابهوا بعد كلهم كيف كيف ولكن تولي علاقة زواجية لكن ديسترها علاقة أسرها علاقة أسرها فيه طلع جوع فيه في تليفزيون أنا لا أشهد لما أرى مع قلة المتابعة نعم في هذه المواضيع متعلقة بأدوار الأسر وضائف الأسر وضائف أسرها وهذه المهمة بزاف هي يتم للأسف الترويج لنمادج سيئة وبناتنا ولدنا صغار تشوفوا عدد مشاهدات في حول فيديو فيديوهات هؤلاء بالملايين تلقى واحد بالملايين مشاهدونها وهو نموذج أبنائنا إذا ما على بلكمش ونموذج هاداك يبدأ أول نموذج نموذج لباس بعد نموذج كلام بعد نموذج فكري وأغلب النمادج الأسر غير المتزوج لاحظوا بأنه كي نموذج لاحظوا بأنه لاحظوا بأنه لاحظوا بأنه لاحظوا بأنه لكن الرجل مرتع في تيك توك وكيف في كوزينة وكيف وكيف نموذج ما حصل على مشكلة مشكلة حقيقية نموذج 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 وكيف نموذج وأكثر على هذه الماضية السببية حتى نتفطن نرضى بأنه أكثر نرضى بأنه أكثر إذا بقنا غافلين فمآلنا إلى الزاوهر والله مآلنا إلى الزاوهر يبقى فينا غير الإسم فقط مع التحديات الموجودة التي تعيش على الجزائر من بلا أنا نحكي عن الجزائر الجزائر تعيش تحديات كبيرة جدا تحديات على كل أصعيد تحديات أمنية ولكن بالدرجة كبيرة تحديات ثقافية تحديات ثقافية التي يمكن تقلصنا كجزائيين في ثقافتنا كجزائرين ولينا نتبرأ تحت في شباب يتبرأون من تاريخهم شباب لا يعترف شباب لا يعترف بالأمير عبد القادر يسمى بالأمير عبد القادر يسمى العربي بالنهيدي ويسيمونهم بسيماتها الحقيقية ويشفتوها في فرنسا العدوى الأولى والأبدية ترح إلى فرنسا كم لقرونسط تلتم ماكدير نابوليون كتلش حال 20 مليون كل صور تماثيل الموجودة هناك تماثيل لقتل الجنيرال قتلوا آخرين عدنا علامها وعدنا مجاهدين في عظمان نفتخروا بهم ونعطهم كنامات أساسية سرنا نسبوهم جبدوا حكاوا على بن باديس حكاوا على الأمير عبد القادر حكاوا على قلوا بلي خائن حتى لو كان خائن يا جزائري حرها الدمك من شعار أنا والله أدفع إلى الممات كل الشخصية الجزائرية يبدو لستناء كلها كل مستقف ونحن الجزائريين توقف تاريخ لا يبدأ من دخول فرنسا ولا يبدأ من دخول دولة العثمانية إلى الجزائر تاريخ ممتد إلى ما قبل الدولة الرومانية نعم هذا تاريخ هنا لا بد أن نفتخر به صح نفتخر بكون وجود دخول المسلمين والعرب إلى الجزائر هذا جزء من التاريخ ولكن كونونا تاريخ ممتد إلى ما قبل الوجود الإسلامي نعم افتخروا به وما تخافش هذا جزء من تاريخك لابد أن تفتخر به والأسرة بتاعنا إذا لمعلمنا شيء أبناء إلى هذه النماذج التي يجب أن نفتخرها بها لا أشتعيش تولي فاخ فارغ جوف فارغ لابد أن نعتبرها وتكون عندنا النماذج الأساسية التي يجب أن نحتدى بها ونفتخر بها إلى الأذى أول نموذج هو نموذج الأب والأم اللي يعيشت عليهم لابد أن تفتخر بابك ويمك لا تتنكر لهم رغم ربما حالتهم القصالية كانت ضعيفة لكنهم كانوا آباء وكانوا أمهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر